الملك حمد بن عيسى الخليفة في البلاد عمل على وضع اللبنات الأساسية في صرح حماية حقوق الإنسان في المملكة تطلعا لجعل البحرين واحة سلام عالمية ترتكز على قاعدة صلبة من القوانين والتشريعات استمدتها من روح ديننا الحنيف وأعراف المجتمع البحريني الذي وعلى مر التاريخ كان عنوانا للتعايش والتسامح والتآخي هذه هي البحرين بشعبها وقيادتها الرشيدة ومقوماتها الفريدة استطاعت أن تخطو خطوات واسعة في تطوير مختلف المجالات في الحياة علاوة على الاهتمام الواسع الذي أولاه جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة لتطوير القطاع الحقوقي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان منذ توليه مقاليد الحكم وإطلاقه للمشروع الإصلاحي الذي نقل البحرين عبر مراحل سريعة إلى مصاف الدول المتقدمة وجعلها علما يشار إليه لمدى حمايتها وتعزيزها لحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وفق أعلى المعايير الدولية والمعاهدات والمواثيق العالمية وما قامت به الحكومة الموقرة من خطوات جريئة وحازمة لتجعل من جميع أجهزتها ومؤسساتها وإداراتها قنوات لتعزيز حقوق الإنسان وبناء على ذلك وقعت البحرين على سبع اتفاقيات أساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من ضمنها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتبعت لتنفيذ التزاماتها المشهودة إجراءات عديدة ومميزة لاقت الإشادات الدولية والدعم الكبير من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات والشراكات الموقعات معهم العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى شهد العديد من الإصلاحات في إطار حماية حقوق الإنسان قبل إطلاق ميثاق العمل الوطني وبعده حيث تبيعه تأسيس عدد من الجمعيات المتعلقة وذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطن والمقيم في مملكة البحرين وبناء شبكة عريضة من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والممارسة السياسية بكل حرية لجميع أفراد المجتمع وخطت البحرين خطوات متقدمة في التثبت من عدم وجود أي ممارسات غير مسؤولة أو ممنهجة فقد أنشأت البحرين لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات المعنية بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد رجال الأمن كما أسست البحرين كذلك مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى والعديد من الجمعيات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان